اندماج جديد لفصائل الجيش الحر هو الابرز منذ سنوات في الشمال السوري بل في عموم سوريا خمسة فصائل عسكرية اعلنت انضمامها وانصهارها في الجبهة الوطنية للتحرير التي اصبحت تضم 15 فصيلا لتشكل بذلك اكبر كيان عسكري معارض بقوام 100 الف مقاتل بقيادة فضل الله الحجي ورئاسة اركان عناد الدرويش الجبهة الوطنية للتحرير والتي شملت جميع فصائل ادلب وارياف حلب وحماو اللاذقية ضمت بالاضافة لاحد عشر فصيلا سابقا فيها كلا من حركتي احرار الشام ونور الدين زنكي والوية سقور الشام وجيش الاحرار وتجمع دمشق فيما غاب عن الانصهار الاخير هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني وفصيل جيش العزة العامل في ريف حما الشمالي الفصائل اكدت ان التشكيل الجديد جاء كنوات لجيش الثورة القادم وشددت في بيان لها على دعمها عقد مؤتمر وطني يضم جميع اطياف الثورة للمشاركة في تقرير المصير وتحديد طبيعة ادارة المنطقة على كافة المستويات المدنية والعسكرية الاندماج جاء عقب اجتماعات مكثفة لقادة الفصائل في انقرة حيث ضغطت تركيا عسكريا باتجاه دمج الفصائل تمهيدا لضمها الى الجيش الوطني ومدنيا لتعزيز ادارة المؤسسات المدنية بعيدا عن سلطة الفصائل وذلك لتجنيب ادلب مواجهة النظام وروسيا وفق محللين فيما نفى قيادي في التشكيل الضغط الخارجي عليهم للاندماج مشيرا الى ضرورة حل هيئة تحرير الشام نفسها لتجنيب المنطقة العدوان عليها اشتركوا في القناة